اصلت يا شخص كريا رسالتك اصلت واتحققت في حمسان ملحيت شافوك منها في المنام ولقيتها متجسدة قدام عناية لحمة ودمة وملامح مرعبة رمضان الشرقوي فين رمضان الشرقوي موجودة بشاتنا يلا يا فالح ورقة تخلص يا فرج الله يعني اخرج دلوقتي يا بشر مش دلوقتي لسه عمدي لك ورقة الإخلى من المأمور وبعدها تجور في ستين ده لا باشا ده الدهية الكبيرة قوي مستنانة برة من الفاجر يا باشا ليه كده بس يا باشا؟ الله وانا يا أخويا بقولك دخلهم خضرات ده علبتين كوك كوكو قدتلك ممنوع بعدين ما تعليص صوتك هنا لا يا أخويا ما نفعش أعلي صوتي صح بص خد العلبيتين دولك كلهم ماشي ادينه صجرتين بس يا أخوي الجدع خرمان من وقت الترحيلة ما تجل كلبشك معي وعمل لك أضايا وتنزلوا وتخمسوا سوا صيك؟ يا لهوي هو انا طول سوكة حبيبة عمري في ده المس ايو وحشني يا رمضان لا اهدي شوي يا أمم اهدي وبطل الجنان ده مش محتاجة هي تعمل لنا محضر أداب بفعل فاضح قدام بيت الحكومة هو أنت يا أخويا مش خلصت العوائل ده وما دولك على الإفراج؟ الحمد لله خلصت العوائل ده وما دولك على الإفراج الحمد لله ربنا ما يعيدها يا رب بس مش هتاعت عمل إينا ولا حامش ربع خطوة إن لما شوف الزبون كده وهو مرحل عندنا وافهم بقى افهم اللينا دي كلها ولم كل ما حشيها ويطلع إيه الزبون درخر يا رمضان ورقة هسوكا ورقة دي مقاوي ومنسية بس محفورة إينا مبارح بس بالصدفة لقيتها نازلاً من السماء لحد ما ويقيت تحت ريكليني يا أخي بقى لي 12 ساعة متلق أحد الشرع مستنيها الفرج وإنت طالح تقول لي ورقة مضحرجة ومش عارف مدري ما لها؟ هو ده الكلام تسلم إيدك يا رمض بجد والله هي تسلم دماغك انت لولا التركاية بتاعت التليفون المسروق اللي انت قفشتها دي ولا عملنا كن نوصل للودة في سبع ساعات يا سيدي مهم بس أن نوصل للودة قبل ما يخلع من لنا ما ينفعش يخلع يا رمض متلاقش حزم شفيها ينزل دلوقتي على الوكيشن ومشكل معا حملة ضبط كبيرة الله عليك يا أخي رايحتني مص بقى أنا هكلم حتى من زماي دلوقتي ينزل مكاني تمام؟ ينزل مكانك فيه؟ هاي ستروح معا النيابة؟ يا سيدي مش هروح معا النيابة أكيد أنا من بعيد هتابع ولا لا هتابع ولا هتاخد خطوة برا مكتبك خلصت يا شريف أي خطوة تانية هتاخدها في الموضوع ده هتبقى بتسئل نفسك والمركزك والمركز أبوك كمان قصة خلصت خلاص الشريف حزم هيجيبي الودة في خلال سععة والراجل هيطيرت دلوقتي ومعاه شوقي برهان أقوى محامي في المانيال كله هل ترى كده؟ أي حدا بيحبك وبيخاف عليك هيشوف كده هتكلم جدا شاوي؟ تتكلم جدا قايفوا من اللي قاتلوا ولاقوا؟ لا قول ما باحث كفس عليب شائطوا في البابة ولأوا تلفون فتح كمان معاه الحمد لله يا رب بقى اعترف ان خلصتا يا سيدي اعترف غزبا عنه اذا كان حراز التليفون عنده في البيت على فكه ده مفتاح القضايا الوحيدة يا عبدال يالله يا سيدي اركب دلوقتي بعد كده اقول لي في النيابة اللي انت عايز تقول لحد تخيلت بي عايزك تسأل عليه بس خيالات اوزفت ايه يا عبدال ده وقت خيالات اتفضل عبدال حمد 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 لا لا مش خيالات مش خيالات مش تخريف وموجود فعلا لا لا استاذ ما فيش وقت ما تخليش البنات تجيل النهابة طيب يا عمبي خليك انت في الناس لكم ليكش دعم البنات